يقول أحدهم يوجد يوميا 120 مليون حالة جماع في العالم لو افترضنا أن 1% فقط من تلك الحالات كانت بطريقة غير شرعية يكون هناك مليون و 200 ألف حالة غير شرعية في العالم يوميا ولو افترضنا أن 1% فقط حدث حمل يكون هناك 12 ألف حالة حمل غير شرعية في العالم يوميا وبعد 20 سنة سيكون هناك 87 مليون ابن حرام العالم تخيل طبعا هذه الأرقام منطقيا قليلة جدا وهي أعلى من ذلك بكثير ولكن دعني أجيب على ذلك التعليق الذي قرأته في حلقة الألوان يقول الغرب بشذوذه وصل إلى المريخ وما يسمون أنفسهم مسلمين لم يقدم للعالم شيء يذكر ثم ينصحنا أن نقتدي بالغرب وأخلاقه أخلاقه سأسألك سؤال واحد يا صاعب التعليق وإذا كنت رجلا جاوب عليه بصراحة لكن أولا دعني أسأل فتيات ما هو أغلى ما تملكه المرأة؟ دع الفتيات تجيب نعم عرضها بل أغلى ما تملكه هي وأخيها وأبيها بل وجميع أهلها ولكن هذا فقط في الإسلام وفي البيوت المسلمة التي نعيش بها أنا وأنت حيث تحفظ المرأة وتصان ولكن في الغرب جسد المرأة يعتبر ملكية عامة ف60% من الفتيات في أوروبا بوصولهن لعمر الرابعة عشر يكون قد مارسنا الجنس ركز بوصولهن لعمر الرابعة عشر يعني على الأغلب يكون الأمر في وقت أبكر من ذلك وعلى الأغلب تكون حالات اقتصاب وأسف عن ما سأخبرك إياه ولكن الاقتصاب في الأغلب يكون من أهليهن كما في دراسة مطولة وضعتها لك في الوصف الآن أسألك سؤال يا صاحب التعليق هل تقبل هذه الأخلاق على أختك أو زوجتك أو أمك فاذهب واقتدي بهم سأحدثك فقط عن جانب الأخلاق في الغرب وأتفك الجوانب الأخرى في فرنسا مثلا إحصائية تقول أن 100% من النساء تعرض من التحرش في المواصلة العامة كل 7 دقائق هناك ينتهك عرض امرأة حتى أن الرئيس الفرنسي نشر تغريدة قال فيها لم تعد المرأة تجرع على ركوب وسائل النقل العامة خوفا من التحرش والاعتداء وسنطاعف من وجود الشرطة في وسائل النقل هل علمت الآن لماذا يرفضون الحجاب هناك؟ لا بل ويطلقون حملات انقاض المرأة المسلمة من خلال تجريدها من حجابها على ما يبدو حتى يتحرش بها بسهولة هل الغرب جنة الله في أرضه أم جحيم تحت سمائه؟ سننظر لهذا الأمر من ساوية مختلفة التسليع الجنسي للمرأة هو ما يسمى بالسيكش والأبجيكتيف وفو من هو عبارة أن المرأة عبارة عن سلعة لسد رغبات الذكور لا أكثر في أوروبا وفقا لجه الصحيفة الثكارديان البريطانية المشهورة جاء فيها أن نصف الطالبات في المملكة المتحدة قد تعرضنا للاعتداء والتحرش الجنسي وحتى لو قررت المرأة أن تستغيث لما تتعرض له هناك فعلى الأغلب سيتم استغلالها فتبع لسي أن أن فالاعتداءات الجنسية موجودة حتى في البرلمانات وانقررت المرأة أن تتغاضى عن كل ما حدث وتقرر أن تفتح صفحة جديدة وتذهب إلى طبيب نفسي ليعالجها فعلى الأغلب سيقوم باقتصابه هو أيضا كما في دراسة مطولة توضح نسب الاعتداءات الجنسية في الإيادات النفسية هناك فإذا كانت مرأة وهي في بيتها يعتدى عليها ثم إذا خرجت إلى الشارع يعتدى عليها في المواصلات فما بالك إذا قررت أن تحمل واحدة من أربع نساء في بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي في بيئة العمل وفقا للبي بي سي البريطانية هذه أخلاق الغرب باختصار طيب لو سألنا هل ذكور الغرب ذئاب لهذه الدرجة أم أن الأمر يعود للفتيات وما يلبسن أمران معا لا يوجد غض وصر من الذكور ولا حشما من الإناث على لسان إحدى الفتيات في إحدى المدارس الإعدادية الأمريكية تقول أنه يجب عليها أن ترتدي الملابس الضيقة المثيرة حتى تكون أكثر جذبا للشبان من زميلاتها تخيل أن هذا الكلام يقال من فتاة لم تتعدى الثاني عشر من عمرها وهنا قد يقول أحدكم أين أباها ليمنعها وقد علم ما في نفوس الذئاب البشرية هناك لا يوجد بالمعنى الحرف لا يوجد في بريطانيا وأمريكا لا يحب أن تسأل أحدهم عن اسم والدها لأنك بطريقة أخرى تحرجه لأنه بساطة ربما هو لا يعرف من هو والدها فحدثنا أحد المعارف يقول أن نصف أصدقائي في هولندا لا يعرفون أباهم في غرب يولد ملايين الأطفال سنويا بدون آباء وتقوم أمهاتهم برميهم في الشارع أو ملجأ حتى أنه يوجد صناديق متخصصة تسمى الصناديق الدافئة لرمي الأطفال الصغار بعد ولادتهم بل ويمكن أن تطلع على صورهم عبر الإنترنت الحد في الكنائز يوجد أماكن مخصصة لوضع الأطفال غير الشرعيين هناك يخيل الذي حصل في 1200 تقريبا ميلادي في نهر التايبر في روما فالصيادين وهم بيصطادوا يطلع لهم أطفال رضع ميتين فالصيادين كانوا يكتشفوا هذه الأطفال فجوا للبابة هنا وأحضروا جثث هؤلاء الأطفال فأنشأ البيبي هاتش اللي برة اللي هو صندوق الأطفال وانتشر هذا في كل أوروبا فالأمهات اللي ولدوا أولاد خارج إطار الزواج وما يبهوهم بدل ما يرموهم يجوا يحطوا الأولاد هنا في هذا الصندوق وبعدين يمشوا من الإحصائيات التي تستحق أن تسمعها حول أخلاق الغرب هي أنه كل أربعين ثانية يوجد حالة اقتصاب في أمريكا يعني تخيل كم حالة اقتصابات من بداية هذا المقطع إلى الآن والنتيجة المنطقية للاقتصاب هي الحمل والفعل المنطقي الذي تقوم به المرأة التي حملت بطريقة غير شرعية هو الإجهاض أي القتل لروح حية في عام 2014 وجد أن هناك نصف مليون مراهقة لم تتجاوز عمرها السابعة عشر قامت بعملية إجهاض في أمريكا لوحدها نحن فقط تعدثنا عن جانب الأخلاق في الغرب لم نتحدث عن جوانب أخرى كالانتحار العنصرية وأمور كثيرة تقول اغتدي بأخلاق الغرب فلقول الحمد لله على نعمة الإسلام من كل قلبك ورغم الظروف الصعبة ورغم عدم توفر سبل تطور التكنولوجيا الموجودة في الغرب إلا أن الدين والقيم والأخلاق هي من تحكمنا وهذا ما يجعلك مطمئنا على نفسك وأهلك وكل شخص يحاول مجارات الغرب في أي مجال سواء مثلا في المجال الأخلاق ينتهي به المطاف كحالهم أما بالنسبة للمسلمين لم يقدموا شيء للعالم أو العلم أعتقد أنك لم تقرأ أو لا تعرف شيء عن المسلمين فقائمة العلماء المسلمين الذين أفادوا البشرية سواء في العلوم والمعارف والآداب إلى آخره تطول سواء قديما أو حديثا فلذلك كن فخورا معتزا بهم وعريصا أن تكون منهم ورسالة أخرى إلى الفتيات لا تستمعنا إلى من يسمون أنفسهم نسويات ويدعون أن تحرر المرأة عن الرجل فهدف مخفى هو تحويل المرأة إلى أداء للذكور لا أكثر تخيل أن الحجاب في نظرهم ضد الأخلاق يعني أنا ليه ضد الحجاب لأنه ضد الأخلاق فالإعلام لن يضر لك إلا الجانب المشرق من حياة المرأة في الغرب وأنها امرأة قوية مستقلة لا يمكن أن تربي ابنا لوحدها بدون أب إلى آخره ولكن الحقيقة عكس ذلك ورسالة إلى أخي المسافر الذي دعته الحياة ولقمة العيش إلى السفر إلى إحدى الدول الأوروبية أعانك الله أعلم أن المهمة ليست سهلة هناك سيكون أمامك مسجد واحد وعشرات البارات في شارع واحد وأنت بحريتك ستختار تدخل هذا أم ذاك لذلك أحفظ نفسك فأنت بسفرك أصبحت داعيا بأخلاقك وإسلامك لذلك أرجوك كن أنت مثالا يرى الغرب أخلاق المسلمين لأنهم أيضا لا يعرفون حقيقتنا أخبرهم كيف أنه يوجد هناك أشخاص مسلمين النساء عندهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أخلاق المسلمين من الأمور التي يستغربها الغرب أساسا اقرأ ما يكتب الغرب عن أخلاق المسلمين مثلا المفكر والقانون الفرنسي دومينيك سورديل يقول في استعراضه لأخلاق المسلمين لا يمكن إنكر أن الإسلام مارس فضاء الحقيقية وخاصة منها الفضاء الاجتماعية وهي استجابة لإمداءات القرآن وقال مورق الحضارة ويل ديرانت يقول ويبدو بوجه عام أن المسلم كان أرقى من المسيحي في خلقه التجاري وفي وفائه بوعده وإخلاصه المعاهدات التي يعقدها مع غيره أرجوك اقرأ وابحث ودع عنك التفاهات وصل ولم يصل في النهاية شاركني برايك في مكان التعليقات وإذا أعشبك المقطع لا تنسى الإعجاب به وذمتم في أمواني ترجمة نانسي قنقر